جماعة الإخوان ليست جماعة وطنية ولم تكون ولن تكون خرجت ببيان بتهنئ فيه الإدارة الأمريكية الجديدة وعلى لسان إبراهيم مونير المرشد الجديد بتقول جماعة الإخوان أنه بفوز بايدن احنا عندنا أمل عريض في إعادة الإخوان إلى المشهد وفي قمع هكذا يطلب الإخوان قمع بعض الأنظمة التي تتعامل مع الإخوان على أنها جماعة إرهابية يقصدون مصر أقول وأذكر الجميع بمنتهى الهدوء بفكر المصريين في كل مكان بفكر المصريين في كل مكان وبفكر كمان طلبة الجامعة الناس اللي في عمري واللي أقدم مني واللي بعد مني كانوا في الجامعة الإخوان بيرفعوا لفتات يقولوا بيشتموا في الرئيس الأسبق مبارك يقولوا يا مبارك أنا آسف بس لازم أقولها يا مبارك يا جبان يا عميل الأمريكان وكانت الإهالة يقول لك آه ده عميل للأمريكان الدولة عميلة للأمريكان 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 وكانوا قدام حضراتكم ده موقع الإخوان المسلمين يا مبارك يا كزا يا عميل الأمريكان ده كانت لفتت أهو هذه الحرائر بتوعهم وأدي الصور ده من الموقع الرسمي بتاع الإخوان شوفوا للفيديو أبراهيم لو لأتو خير وبرك عموما بفكر بس الناس اللي بينسوا إنه الخطاب الإخوان التاريخي كان معاذات الأمريكان الموت لأمريكا مين اللي بيقول الموت لأمريكا الإخوان وأتباع الإخوان طبعا أنا متأكد أبراهيم بيقول لي خد بالك هيقطعه الموت لأمريكا دي وجوه الولاد اللي بره دول العيال التفهة دي ياخدوه ولك ناشط بيقول الموت لأمريكا ما علينا يا أبراهيم ما علينا يا أبراهيم احنا أهم حاجة جمهورنا بقول إنه بفتكر وبفكر حضراتكم إنه خطاب الإخوان المسلمين على مدار تاريخ ان احنا الموت لامريكا والعدالة لامريكا وامريكا خونا واللي معهم خونا الى اخره ده انا استمعت الاخطاب لمحمد مرسي في اسمها المركز الارشاد هو ومعها المرشد بتاعه موجود على اليوتيوب وهو قاعد ساعة يحكي ويشتم في امريكا والموت لامريكا والى اخره والنهاردة لما تيجي مكتب الارشاد الجديد وقيادة الاخوان الجديدة تهنئ امريكا وتقولهم احنا معاكم احنا وراكم انتم خلاص هتجيبوا الديب من ديله هتجيبونا اللي احنا معرفت لاش نجيبه على مدار 90 سنة انا بسألكم يعني ماذا نستطيع او ماذا يعني يمكن ان نسمي هذا السلوك الاخواني المعيب والمشين والمسموم كل ما يمكن تحط كلام حط زي ما انت عايز لكن هما دول الاخوان طبعا انا ما بجيبش جديد بالمناسبة بس انا بفكر الناس انه الخطاب بتاع الاخوان التاريخي الموت الامريكا ويا فلان يا عميل الامريكان النهاردة بقى الامريكان حبايب واحنا تمام والتاريخ والوثائق اللي انا اطالب بالكشف عن الوثائق اطالب الدولة المصرية واطالب ايضا الادارة الامريكية واطالب الادارة البريطانية بالافراج عن الوثائق التاريخية من حق الشعوب ان تعرف من خان ومن باع ومن تواصل على غير رغبة الدولة وغير رغبة الشعب وغير رغبة الامة في التوجهات الاحادية التي كان يقوم بها الاخوان المسلمين عبر تاريخهم من 1928 وحتى هذه اللحظة يغردونا خارج سرب الوطن يغردونا خارج سرب الوطن غريب بالامر مش الاخوان بس الاخوان فصيل خائن في كل الكتب ولو جبت كتاب الخيانة صفحة واحد هتلاقي الاخوان المسلمين